إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فهم زكريا عليه السلام هذا المعنى تماما انظر إلى عجيب التعبير القرآن هناك دعا زكريا هناك على الفور للتو في لحظته هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ما زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية ثم ذكر أيضا عن امرأته وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية كل أسباب الحمل ممتنعة كبير في السن يأس رق عظمه وشابت لحيته ومرأته كبيرة عاقر لا تلد لا تلد فالولد لا يأتي منه ولا منها بأسباب البشر بحسابات البشر لكن ماذا قال قال ولم أكن بدعائك رب شقية سأل وطلب لأنه يطلب الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فهب لي من لدنك وليا ولما سأل ما سأل مجرد الولد قال يارثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضية سأل فرفع سقف المطالب ما طلب الولد فحسب طلب الولد والنبوة للولد والصلاح وإرث النبوة الباقي يا أخي عندما تقف أمام الملك فاطلبه على قدر عظمته لا على قدر فقرك أنت وحاجتك اعلم أنك إذا طلبت فتطلب على قدر عطائه ونواله وهو الذي يملك سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام أن الله يبشرك جاءت البشارة وتحقق أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين أرأيت كيف يأتي العطاء أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون